انسى البلاي ستيشن 5 وانسى البي سي الخيار الصحيح اللي لازم تأخذه هو الاكس بوكس سيريس اكس اما البقية اسحب عليهم ليش؟ منعطيك سبع اسباب مقنعة جدا والباقي عليك يلا نبدأ السبب الاول بكل اختصار هذا اقوى جهاز العاب في العالم مايكروسوفت لها فترة وهي تتفوق من ناحية العتاد وجهازها الماضي الاكس بوكس وان اكس كان اقوى جهاز العاب في العالم وتفوق بشكل واضح على البلاي ستيشن 4 برو والان الوضع يتكرر ونشوف الاكس بوكس سيريس اكس كعتاد يتفوق على البلاي ستيشن 5 والبعض بيقول طيب والبي سي والجواب في السعر لان الجهاز بسعر 499 دولار ويقدم قيمة عالية وكل ذا مع ثبات في الاداء واستقرار في سهولة الاستخدام السبب الثاني مايكروسوفت هي ملكة الخدمات محد يقدر ينكر ان مايكروسوفت في البرمجيات هي الزعيمة العالمية ونفس الشيء في عالم الالعاب ومن يوم ما قدمت لنا مايكروسوفت الاكس بوكس لايف وخدمات اللعب اونلاين في تطور مستمر وواجهة الاكس بوكس الرهيبة ومايكروسوفت تقدم خدمات جديدة خرافية مثل سمارت ديليفري اللي تخليك تلعب النسخ المطورة من العاب الكروس جن بشكل مجاني وخدمة تثبيت الالعاب بشكل جزئي عشان توفر مساحة مثل انك تثبت الطور الفردي وتسحب على الجماعي اذا كنت ما تستخدمه ولزارت الشركة يوم بعد يوم تبتكر افكار عجيبة وهنا نجي لنقطتنا التالية والمهمة السبب الثالث خدمة Game Pass تخيل انك تقدر تلعب اكثر من 100 لعبة رائعة مقابل اشتراك شهري قيمته 39 ريال في الشهر والفلة ان كل الالعاب مايكروسوفت الجديدة تتوفر المشتركين من اول يوم مجانا لو اشتركت سنة يعني بقيمة لعبتين بتحصل على كل شيء متوفر المشتركي Game Pass شيء خيالي وكمية العاب الجائلة للخدمة تخليها مغرية اكثر من اي وقت قبل السبب الرابع الالعاب الحصرية يمكن لو سوينا هالفيديو قبل كم شهر كان ما حطينا هالسبب لكن الان الامور تغيرت مايكروسوفت استحوذت بالكامل على مطورين كثار ومؤخرا كانت ضربة القاضية لما استحوذت مايكروسوفت على شركة باثيزدا تعرفون يعني ايش؟ يعني العاب مثل دوم Elder Scrolls The Evil Within Starfield صارت مملوكة بالكامل من مايكروسوفت هذا يضاف للالعاب الحصرية السابقة اللي كانت تملكها مايكروسوفت مثل مكتبة ضخمة ومدمرة وبتتوفر كلها من اول يوم لصدورها على Game Pass السبب الخامس التوافق المسبق مايكروسوفت مبدعة جدا من هذه الناحية جهاز الجديد الـ Xbox Series X بيقدر يشغل أكثر من ألف لعبة من الأجيال الـ Xbox السابقة ومش بس كده التوافق المسبق عند مايكروسوفت بيتجاوز الألعاب حتى الأكسسوارات فيها توافق مسبق عندك يد Xbox One تقدر تستخدمها بسهولة على جهازك الجديد وألعابك الجديدة السبب السادس المستقبل المرعب سمعته تصريح رئيس مايكروسوفت الأخير؟ قال نحن لم ننتهي من عمليات الاستحواذ بعد يعني باختصار الشركة ناوية تستحوذ على شركات أكثر إيش ممكن تكون الشركة التالية؟ أكتوفيجن؟ كابكوم؟ يوبيسوفت؟ ممكن سيغا؟ ما ندري بس طالما مايكروسوفت ناوية على هالشيء فالمستقبل بيكون حلو لكل مستخدميها هي حاليا تملك مكتبة ألعاب ضخمة ومنوعة ومعنية الاستحواذ المستقبلي معناه هالشيء فقط بيزداد روعة السبب السابع توفر خيار اقتصادي مايكروسوفت توجهت هالمرة لشيء ما سبق أحد سواه وهو توفير جهاز آخر بسعر اقتصادي وهو الأكسبوكس سيريس اس هالجهاز بيكون سعره 1349 ريال يعني تخيل بتقدر تلعب كل ألعاب الجيل القادم من مايكروسوفت على جهاز بهذه التكلفة المنخفضة الفرق أن الجهاز رقمي بالكامل وقدراته أقل يعني بتشغل الألعاب بدقة 1440P بدلا من 4K مثلا لكن فيه ناس ما تفرق معها ووجود هذا الخيار شيء رهيب لهم هذه كانت سبع أسباب ممكن تقنعك تتوجه مع مايكروسوفت كخيار لك في الجيل الجديد من الألعاب عطونا رأيكم بالتعليقات هل أقنعتكم هذه الأسباب ولا لا؟ والحين أكيد بعد ما عطيناكم فيديو للجهازين الدور الجاي بيكون على البي سي لا تنسون تشتركوا من القناة وتعطونا لايك على الفيديو يا أرواع متابعين كان معكم نواف من دخموش لا تكملها في المتابعة ومع السلامة